أخيراً بنعرف أخبار حوالين شخصية فلاش وكمان شخصية أكوامان في العالم السينما الجديد التابع لجيمس جون وليل حد دلوقتي كده الشخصيتين دول ما ظهروش معانا في العالم ده جيمس جون بيسير الجدل كده بردود بتاعته بعد سؤال بتوجه له حوالين شخصية أكوامان وكمان شخصية فلاش على الجانب التاني بنسمع كلام كده من الممثل واكين فينيكسا حوالين شخصية الجوكر ولكن هنا مش شخصية الجوكر اللي كان بيلعبها كلامه هنا كان حوالين شخصية الجوكر اللي كان بيعملها الممثل هسليت جار فخلينا مع بعض كده كالعادة نعرف كل حاجة بالتفاصيل في فيديو النهاردة ومن غير ما نتقول في الكلام كتير يلا بينا نبدأ مبدأين كده بالنسبة لجيمس جون رئيس ستوديهات دي سي زي ما احنا عارفين كده ان في بعض الاحيان بيرد بالفعل على الاسئلة اللي بتتوجه ليه على السوشال ميديا وزي ما سبق وضحت لك قبل كده من ردود جيمس جون بيتوضح حاجات كتيرة جدا لينا من العالم السينماء الجديد غير كمان جيمس جون بيلخص لك كده الحوار ما بين الاخبار اللي تنتشر ان كان بقى الاخبار دي فعلا صحيحة او حتى هي اخبار مزيفة زي ما شفنا كده من اخر الاخبار ان في ممثلة هتنضم معنا في العالم بتاع ايبي كريم سوجة التابع للمخرج مات ريفز علشان خاطر الممثلة دي تعمل معنا شخصية هارليك وين جيمس جون من الاخر كده نفى لك الخبر ده انا برضو تكلمت عن الخبر ده على القناة ولكن طبعا ما الحقتش ان انا انزلك برضو في نفس الفيديو ان جيمس جون من الاساس كده نفى الخبر فعشان كده وقتها كتبت لك في الكومنت بتاع الفيديو فعشان كده انا هنا بتكلم تاني حوالين النقطة دي او الخبر ده وبوضح لك كده ان هو كان خبر مزيف طيب هنا كمان جيمس جون بيرد كده على احد الاسئلة اللي بتتوجه ليه حوالين شخصية فلاش وكمان اقوامان نعم حد دلوقت كده احنا لسه مش عارفين اي حاجة حوالين الشخصيتين دول في العالم السينماء الجديد يعني احنا لحد دلوقت كده بنكون اعضاء الجاسس ليك في عالم دي سي يو واللي على رأسهم كده شخصية سوبر مير ولكن للأسف لسه لحد دلوقت ما نعرفش مين من الممثلين اللي ممكن يعملوا معنا بقية الشخصيات المفروض طبعا احنا مستنين بفارغ الصبر شخصية باتمان ومين الممثل اللي ممكن يعمل معنا الشخصية دي فهنا كده بالرغم ان احنا لحد دلوقت لسه مش عارفين مين من الممثلين اللي ممكن يعملوا معنا الشخصيات دي ولكن معلش يعني احنا بنسمع اخبار كتيرة مثلا حوالين شخصية باتمان كمان شخصية ووندر وومن حتى كمان شخصية مارشن مون هانتر ولكن للأسف مش بنسمع اخبار حوالين شخصية فلاش وكمان شخصية اقوامان طيب هنا كده رد جيمس جان على السؤال ده من الاخر كده من العالم بتاعه لسه مبدأش علشان خاطر نسمع اخبار حوالين فلاش وكمان اقوامان وبصراحة كده انا شايف ان جيمس جان هو عنده حق لانه ولسه اصلا متعرضش معنا اي حاجة من العالم السينما الجديد اللي هو اصلا احنا لسه في انتظار كده المسلسل اللي المفروض يتعرض معنا كده في شهر ديسمبر اللي جاي بعدها بقى نبتدي نتكلم ان كان بقى فيه ظهور لشخصية فلاش او حتى اقوامان او غيرهم ولا جيمس جان ناس الشخصيات دي من البداية اكيد ان هي برضو في يوم من الايام هتظهر في الوقت المناسب ولكن مش هتظهر غير لما يحط الاساسيات الاول للعالم السينما الجديد كمان هنا الرد بتاع جيمس جان بيوضح معنا كده ان هو حابب يقدم عالم متكامل ومترابط بشكل افضل بدون اي استعجال وده علشان خاطر يضمن كده تقديم الشخصيات بطريقة تليك بتوقعات المعجبين بل كمان تضيف بعد جديد للقصص بتاعتهم طيب هنا بقى لو مسكت في الكلام ان انا قلته لك ده تعرف كده ان جيمس جان بصراحة بيتعلم من الاخطاء اللي حصلت كده معنا في العالم السينما القديم وقت ما شركة ويرابروس استعجلت الخطة بتاعت زاكي سنايدر واللي هو من الاخر كده مع تاني فيلم في العالم السينما القديم بيتقدم معنا اكتر من شخصية غير ما نعرف عنهم اي حاجة فاعتقد هنا ان جيمس جان مش حابب ان هو يخوض نفس التجربة يقدم الخطة بتاعته باستعجال علشان خاطر عارف ان حاجة زاديها تيجي عليه بنتيجة سلبية في النهاية فنقدر نقول ان بالفعل شخصية فلاش وكمان شخصية اكوامان هم متواجدين معانا في العالم السينما الجديد لكن هم هيظهروا في الوقت المناسب تما يكون كده جيمس جان قدر ان هو يمهد لهم الطريق بشكل كويس جدا علشان خاطره وقت ما يظهروا معانا في اي عمل من الاعمال اللي هتتقدم معانا تقدموا كده معانا بطريقة استحق فانا يمكن شايف تأجيل ظهور شخصية فلاش وكمان اكوامان في العالم السينما الجديد بسبب ان جيمس جان مش عاوز يخاطر بظهورهم كده في بداية العالم السينما الجديد لانك ما تنساش ان شخصية فلاش وكمان شخصية اكوامان كل واحد فيهم كان ليه فيلم خاص به وزي ما شفنا كده الفيلم بتاع زا فلاش يمكن ما حققش النجاح المطلوب الجانب التاني لبارتي التاني من اكوامان ما كانش افضل حاجة ما كانش اصلا محصل الاراضات بتاعت البارتي الاول ريك كمان لو بسطتها على الجانب التاني هتلاقي ان يعتبر دول اخر فيلمين كده تقدمه معانا في العالم السينما القديم فمش معقول يعني جيمس جان يجي في بداية العالم السينما الجديد ويقدم ليه برضه نفس الشخصيات وكل واحد فيهم كده يكون ليه عمل خاص به لوحده اكيد جيمس جان بيفكر فيها صح ولأ طبعا لازم يكون فيه اعمال خاصة بالناس التانية الاول لان كااكوامان وكمان فلاش هم خاطوا فرصيتهم في الفترة الاخيرة فعاوزين بقى ندي فرصة لشخصيات تاني تتقدم معانا كده في العالم السينما الجديد طيب هنا ما بدل بنتكلم برضه على العالم السينما الجديد فخنيني كده وضح لك اخر التصرحات كده لتقلت على الشخصيات اللي هتتقدم معانا في فيلم سوبرمان واول تصريح معانا كده من الممثل نيكوليس هولت الممثل اللي هامل معانا شخصية ليكس روسر في فيلم سوبرمان القادم الممثل ده بيتوضح كده من كلامه انه متحمس جدا لدوره جديد كشخصية ليكس روسر في فيلم سوبرمان وده اللي هيكون من اخراج جيمس جان نيكوليس هولت يعتبر كده من الممثلين اللي بيكون فيهم ميزة باداء شخصيات معقدة وتقريبا كده الحماس بتاعه ده بينعكس في رغبته بتقديم نسخة استثنائية من الشخصيات الشهيرة بتاعت ليكس روسر بتاعته هنا بتوصل لنا كده انه هو بالفعل حابب انه يقدم عمق جديد لشخصية ليكس روسر بالتحديات وكمان التحولات النفسية اللي ممكن تضيف بعد جديد للشخصية الكلاسيكية فانا من دلوقتي حابب اقولك ان بالفعل كده الممثل نيكوليس هولت هيقدم معانا اداء ممتاز جدا لشخصية ليكس روسر في فيلم سوبرمان القادم يعني نقدر نقول انه هو هيقدم معانا نسخة استثنائية كمان على الجانب التاني بنشوف برضو تصرحات كده من الممثلة ايزابيلا ميرسيد اللي بتتكلم على الممثل ديفر كونسويت اللي هامل معانا كده شخصية سوبرمان في فيلم سوبرمان القادم او في العالم السينمائي الجديد تعرفنا كده انه هو بالفعل شخص حقيقي ومكتهد ويشبه الكلب الزهبي مش عارب بصراحة ايه التشبيه اللي زي الزفت ده ولكن ماشي ده الكلام فعلا انه هي بتقوله كمان الممثلة دي شايفة انه هو يعتبر كده افضل شخص على وجه الارض علشان خاطر يلعب دور سوبرمان فهي حابة جدا الممثل ده انه هو يعمل شخصية سوبرمان بل كمان بتتمنى ليه انه هو ينجح في الدور ده بشكل كبير ايا كان على الكلام اللي زي الزفتة او التشبيه اللي زي النيلة حرفيا على انه هيش بيكلب الزهبي ولكن ماشي مع علينا الواضح كده من التصراحات دي كده والتصراحات اللي اسمعناها قبل كده من جيمس جون وكمان ممثلة ريشا بروس نان اللي بتعمل معانا لويس لين في فيلم سوبرمان ان الجميع متطفد كده على ان الممثل ديفو كوروني سويت هو انسب ممثل فعلا يعمل معانا شخصية سوبرمان ان سبب وضحت لك قبل كده ان اي حد بيتكلم على الممثل ده من قصد فيلم سوبرمان بيشكر فيه جدا هنا بابا بعد كده نروح للممثل واكين فينيكس الممثل اللي كان بيعمل معانا كده شخصية الجوكر في البارت الاول والتاني من فيلم الجوكر علشان مؤخرا كده الممثل ده بيقول كلام حرفيا بيا سيري الجدل بي وان من الاخر كده الممثل واكين فينيكس بيكشف كده معانا ان المخرج كريستوفر نولان تواصل معاه علشان خاطر يعمل شخصية الجوكر في فيلم فارس الظلام وده طبعا كان هيتقدم معانا مكان الممثل هيس لتجا طبعا انتهينا دلوقتي لما تسمع الخبر ده هتقول كويس جدا ان هو ما عملش الدور ده علشان بصراحة الممثل هيس لتجا هو مش هيتعود في شخصية الجوكر مرة تانية طيب اللي بنعرفه كده ان الممثل واكين فينيكس هو بالفعل رفض الدور ده وقتها علشان خاطر ما كانش فاضي صراحة كده انا من وجهة نظري شايف ان افضل حاجة ان الممثل واكين فينيكس رفض الدور ده وقتها علشان خاطر يتقدم معانا ممثل هيس لتجا بالاداء الاستوري اللي عملوا معانا كده في الفيلم ده وانه من الاخر كده اقدم معانا نسخة استثنائية لشخصية الجوكر وما زالت هي الافضل على الاطلاق في اللايف اكشن حان انا من وجهة نظري كنت شايف ان الممثل واكين فينيكس كان قرب جدا من الممثل هيس لتجا مع البرت الاول من فيلم الجوكر فهنا كده بعد عرض البرت التاني من فيلم الجوكر نقدر نقول ان الاسف الممثل واكين فينيكس بيبعد بشكل كبير جدا عن الممثل هيس لتجا طيب هنا بقى خلان نقول ماذا لو الممثل واكين فينيكس كان قبل بالفعل الدور ده ان يعمل شخصية الجوكر مع المخرج كريستوبر نولان هل كان هينجح في هذا الدور , لو كان فاشل ، بسيط سوف استب어도 الترجم الزيال ، بروحتي ف gear that كان جميل فوضعت الى البرت الصادق من اللقاء مذنب هناك كونجد المذهل ولكن اضافة البورت الصادق للزيال كونجد فهي الزيال و كان ينجح عودا ذلك مع مخرج经ج فكذا الأحوال هو تقدم معنا الجوكر بالفعل مع الممثل هسليجر وقدمه بشكل استوري وحصل على تقدير واسع جدا ولكن الغريب في الموضوع ليه في الوقت ده بالذات الممثل وكين فينيكس يطلع يقول التصريح ده هو كده كده في الأول في الآخر التصريح ده ولا هيقدم ولا هيأخر هو خلاص اتقدم معنا البرت الثاني من الجوكر اللي كان يعتبر كده أسوأ فيلم كوميبوك ولنا لحد دلوقتي مش مستوعب حاجة زيدي بصراحة إزاي هما قدروا يقدموا في يوم من الأيام معنا فيلم بالشكل ده علشان كده أنا بقولك من دلوقتي أنا مش شايف معايا كده في الجوكر غير هو البرت الأول فقط يعني أنا من واحد من الناس كده من جمهور دي سي مش معطرف نهائيا بالبرت الثاني من الجوكر لأن حرفين البرت الثاني من الجوكر لو اعترفت بيه هيسوق سمعة البرت الأول فوارد جدا أن الممثل وكين فينيكس يقول التصريح ده في الوقت الحالي علشان خاطر يأكد كده مع الجمهور إنه برضو من أفضل الممثلين اللي قدموا معانا شخصية الجوكر بل كمان بيوضح معانا كده إنه هو لا يقل يقيمة عن الممثل هيسلي جرب في تقديم شخصية الجوكر ففي كده الأحوال خلاص سلسلة الجوكر التابعة للممثل وكين فينيكس انتهت وخلاص كده انتهت بالمأساة اللي شفناها كده في البرت الثاني وايا كان بقى إيه اللي ممكن يحصل في المستبل ولكن خلاص كده إحنا عارفنا إن سلسلة الجوكر دي انتهت وتقفلت تماما فأي شخصية تانية هتتقدم معانا كده للجوكر هتكون بعيدة تماما عن العالم ده إن كان بقى مع الممثل بيري كي جان اللي هو بيقدم معانا شخصية الجوكر في عالم إيبي كريم ساجا أو حتى الممثل هيقدم معانا كده شخصية الجوكر في عالم دي سيو التابع لجيمس جان وبس كده يكون فيديو النهاردة خلص لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك ولو لسه ما اشتركتش في القناة نزل اشترك وبيس